موسيقى ماس كهرابي وكل القلات مش بتشتغل في المستشفى لو ما عملناش الغسيلة الكولوي خلال 15 دقيقة سحيتها كده مش هتبقى كويسة وممكن ما تنجيش فهم مش عارفين يعملوا ايه وإيش أنا عمال يفكر نعمل ايه فبيقولها انت مش قلت ان دكتور دافي في مستشفى قريبة طيب ما ناخدها لهناك فبيقول الممرض ازاي فيه وزير هنا في المستشفى والتابعيه وقفين بره وقفلين الطريق ومش هنعرف نعدي طيب هناخدها ازاي سافي قال انا ومتوترة عشان اختها وبتقول لها مش هحصل لك حاجة ايشان بيقولها انا موجود ومش هحصل اي حاجة لهاريني من فضلكم ساعدوني وشالها ايشان وخرج بها بره سوريكا بتسمع اسميتها وبتقول ان سافي محدش بيعتبرها من اهل البيت ولا من العيلة لكن هي انقذت حياة بناتي اللي اتنين من الدمار وانا مستحيل انسى معروفها انقذت دورفا من سمروس وانقذت انفي من عمها موكل قالت لها احنا مش هنننسى معروفها اه لكن ما تقولش ان احنا ممتنين لها هي استخدمتنا اصلا لامر كبير ومش بتعمل حاجة من غير فايداتها معروف مساعدتها الانفي هتعرفيه بعد كده لان اخويا ايشان بريء وهي بتستغله سوريكا بتروح تباف معاهم لكن مش بتقول ولا كلمة فبتقول لها عميتي تفتكر انا بقول حاجة غلط مش الجهلة دي بتستغل لاخويا ايشان فبتقول لها بس ارجوك وبلاش تلقي محاضراتك دي عليا عميتي قوليلي مش انا اللي بقوله صح الاسنسير مش شغال ومش عارفين يروحوا فين ولا يجوا منين فبيفكروا ازاي حيوقفوا اتباه علشان خطر يعدوا وهما بيقولولهم في المستشفى مينفعش يقفلوا الطريق بالشكل ده فبيقولوا لا احنا هنبطل هنا وهنحرق المستشفى كلها لو هو ما خرجش واقف ايشان ومش عارف يعمل ايه لكن بيعد من وسطهم ايشان ما هو ما عندهوش حل تاني وطبعا سافي خايفة على اختها وبتقول لهم اتفكديش شجعتك لكن بيلاقون برضو على البوابة الرئيسية وعملين يقولوا اخي بطيل خلونا ندخل افتحوا البوابة وبيقول ايشان ده في منهم بره وبيقولهم بس برضو حنعدي لكن الزابط بيقولهم مش امن ابدا ان احنا نفتح الباب فبيقولها سافي تعالي معايا من هنا وبيخرجوا من بوابة تانية ايشان بيقع ويقول سافي بتساعدوا علشان خطر يقف على رجليه تاني وبيوصلوا للمستشفى وبيقولوا ان احنا عايزين الدكتور وبيترجى الدكتور علشان خطر هو اللي يعالجها لكن الدكتور ما كانش موافق وبيقولوا لو ما كانتش حالة طريقة ما كناش جينا لك بالشكل ده ارجوك يا دكتور وعمال يتحايل عليه ايشان وبيقولوا طيب ماشي انا هساعدها وبياخدوها لكن مش بيردوا يدخلوا سافي وبدخل ايشان معايا وبيحاولوا ان هما يعملولها كغسيل بكله وياللي هما قالوا عليه سافي وقف بره وبتحاول تدعي ان اختها حالتها تعدي على خير لانها تعبانة جدا بيجي التليفون لإيشان من عميته سوريكة بتقوله باتصل بيك من فترة انت فيني يا إيشان طيب مني عليك كل حاجة بخير انت كويس فبيقولها هاريني مش كويسة ابدا يا عمتي ونقلناها المستشفى علشان المستشفى التانية ما كانتش كويسة والدكاترة بتقوله ان هما مش قادرين يقولوا حاجة حتكلم معاكي بعدين فبيقولها هارو ما قالها في ايه بيقوله اخت سافي حالتها سيئة جدا وإيشان وسافي في المستشفى والدكاترة بتقوله ان مش قادرين يقولوا حاجة دلوقتي حالتها حرجة للدرجاتي بيخرج الدكتور وبيسأله هاريني عملة ايه دلوقتي أرجوك هي كويسة فبيقولهم ان هي خرجت برا الخطر خلاص وإحنا عملنا تعديلات على العلاج وإن شاء الله هتبقى كويسة موجود معايا على هيئة ملاك انت انقصت حياتي من الانتهاء مش حياتها هاريني بتدخل سافي عشان تشوف هاريني وبتقوله انت مش جاي قال لها هخلص اجراءات في المستشفى وهرجعلك دخلت لها سافي ويعملها تقول لها انا هموت من غيرك انا ما قدرش عيش من غيرك ما تسيبينيش وتمشي ابدا يا اختي الدكتور قال ان هي كنتي برا مرحلة الخطر وغيرلك علاجك وهتبقى كويسة قريب هتبقى كويسة بسرعة ارجوك يا هاريني اوعدين انك تبقى بخير بتجيب لها الممرضة وبتجيب لها كوباية ماء وبتقول لها انت عارفة اللي كان قلقان علشان خاطر اختك هو سيد ايشان بجد ما فيش واحدة بتلاقي زوج زيها ويقلق كده علشانها كان بيتصل بيا زي كل يوم عشان يطمن عليها وكان بيجي لها مرتين وثلاثة في الاسبوع علشان خاطر يشوفها الراجل اللي بيوصل للمستوى دوت عشان خاطر عيلة زوجته مش هتلاقي حد يحبك ابدا زيه ولو هي عايشة دلوقتي فده بفضل اللي هو بيعمله وبالفعل سافي بتفتكر قد ايه هو شالها وجري بيها علشان خاطر يلحقها وينقذها سافي هي قاعدة مسكية دوختها فجأة صباحة تحرك طلعت تجري عليهم وبتقول لهم دي صباحة تحرك فالدكتور بيقول ان ده مؤشر كويس جدا وقريب جدا هتفوق وهتستعيد وعياه فبتقول له امتى كده لها ممكن يوم ممكن اسبوع ممكن شهر فبيقول لها ايشان مش انا قلتلك انها تبقى كويسة قالت له انت ما قلتش بس انت عملت كمان وبيفتكر ايشان اخر مرة اتكلم فيها مع هاريني وبيفتكر لما سافي قالت له ان اختها لما تبقى بردائرة الخطر وتفوق هم مش هيبقوا مع بعدي تاني يا ترى ايشان زعلان ليه وسافي بتشكره على انه انقص حياة هاريني مرتين مش مرة واحدة والدكتور بيطلب منهم ان هم يمشوا لان كده خلاص انتهت ساعة الزيارة سافي ماشية مع ايشان في العربية لكن بتفكر فيه واعملها كل شوية بتبصله وبتفتكر كل اللي عمله علشانه وعلشان خطر اختها ايشان بيبصل سافي بيقول لها هو انت سكتة ليه كده قالت له مفيش انا بفكر بس فجأة الدنيا بتشتي وهم عملين يضحكوا بيقول لها عارفة لما الدنيا بتشتي في الجو الحر ده بتبقي كأن الواحد لقى فلوس في جيب البانطالون بتاعه وقعد ديت حاجة فجأة العربية وقفت مرة واحدة فبيتقول له هو ايه اللي حصل وليه وقفت فجأة كده قال لها مش عارف هشوفه في برة دلوقتي بيفتح الكبوت بتاع العربية لكن مش عارف فيها ايه بيفتح العربية عشان نسي التليفون فيها فمش عارف يفتح العربية بيطلع المفتاح لكن المفتاح واقع منه في البليعة فبتقول له طب ازاي كده قال لها ما تجلقيش انا حطلب الميكانيكي انت جوه في العربية افتح الباب من عندك عمالها تحاول تفتح من الباب اللي هناك ومن الباب اللي هنا والباب مش عايز يتفتح بتحاول تفتح السقف بتاع العربية برضو مش عايز يتفتح بيقول لها طيب افتحي كده شنطة العربية برضو عمالها كل حاجة علقت ومفيش حاجة عايزة تتفتح عمالها تحاول ومش عارفة ومش عارفة هتعمل ايه رجعت لورا وبتحاول تفتح الباب وفجأة قال لها طيب يمسكي التليفون كده فبتقول له تليفوني فصل وتليفونك ما فوش شبكة طب هنعمل ايه وانا هخرج ازاي فبيقول لها طيب هندطر ان نستهلنا للصبح فبتقول له وانا هفضل محبوسة كده لحد الصبح قال لها طيب قعودي بهدوء بس لديتين هشوف حد هنا ولا هنا لكن فجأة بتحس بان هي مخنوقة وعملت خبط على الباب وتصرخ وبتقول له انا مش هقدر اعود في مكان مقفول كده قال لها طب اسمعيني يا سافي اهدي بتقول له خرجني ارجوك يا سيدي وبيقول لها حاول انك انت تتخيل ان انت مش في عربية مقفولة انت في مكان مفتوح بدأت تعرق وبدأت تخاف وتترعب فبيقول لها طب بصي هنلعب لعبة تكملة الاغاني فبتقول له لا افتح الباب انا مش قادرة تنفس انا حموت فبيغني وبيقول لها دوري تغني انت وعمل يغني عشان تغني وراه لكن هي مش راضية فبيقول لها سمعي الكلام يا سافي مش هيحصل لك اي حاجة لكن هي مرعوبة وعملها تترعش وفضل يغني علشان خطر هي تهدى وبيقول لها سافي انت واثقة فيها فقالت له ايوة فقال لها يلا يلا سافي وفضل ان هو يغني برضو وهي عملة تحاول ان هذا تغني معاه وبيقول له يلا كملي فعمل يهزر معها علشان خطر تضحك وهي بتقول له انت بتقول ايه فبيقول لها يلا غني غني علشان خطر ان استمتع مع بعض وفضل يغني معها لكن سافي متوترة جدا وعملها تعيط وبتقول له ماشي وفجأة الدنيا بدأت تشتي وبتقول له سيدي ارجوك روح مكان تاني استخبى فيه انا خلاص كويسة دلوقتي انا حسن بتحسن روح مكان تستخبى فيه قال لها طيب بصي نامي وانا اول ما انت حتنامي انا حمشي على طول وبعدها حس ان هي نامت قال لها غمودي عنيكي بعد ما حس ان هي بدأت تنام سنت كده على العربية وخاف عليها وبالفعل نامت سافي وهو كان عمالي غني وهي نايمة تاني يوم بقى فضل يخبط عليها لحد ما صحت وقالت له ايوة سيد ايشانها وانت كنت واقف هنا طول الليل قال لها ايوة خفت الاحسنين تتخافي ويلا هون كانيكي وصل فبتقول له ده سيد براتيك قال لها ايوة اتصلت بيه كان فيه باقي على اللبن واتصلت من ترجمة نانسي قنقر